السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي قناة التعليم الابتدائي الرائد كيف أنتم أتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وإلى خير إذن يوم جديد ودرس جديد اليوم الدرس خاص مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الثاني ابتدائي الجيد في الرياضيات الصفحة رقم 8 إذن ستطلب من جميع التلاميذ والتلميذات اللي معي يخذوا المقرر صفحة رقم 8 بالنسبة للمقرر كن أكد لكم أنكم فقط تبعوا معي الدرس لأنه مهما اختلفت أنواع المقررات أو أسماء المقررات إلى أن الدرس كتسبقة واحدة والأساسيات ديال الدرس كتسبقة واحدة لهذا حاولوا فقط تبعوا معي الدرس وأنا متأكد أنكم ستستفيدوا كيف كان قول دائماً الأجوبة ديالي مكتبقة إلا أجوبة نموذجية حاولوا كل واحد فيكم يحاولوا يجاوب طريقتوا الخاصة جميع المواد اللغة العربية اللغة الفرنسية رياضيات تربية إسلامية يعني أي مادة حاولوا أن الأجوبة ديالكم تكون خاصة حاولوا تصيغوا الأجوبة بأسلوبكم الخاص أنا فقط كان أعطاكم النموذج جيد جداً أنا أريد أن أشكر الأمهات كذلك والآباء على التواصل معي وعلى الرسائل التي ترسلوا لي كل يوم فعلاً كيشجعوني ويحفزوني على أنني استمر معكم والله العظيم شكراً 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 لكم بزاف من القلب جيد جداً إذن اليوم إن شاء الله قد نشوف تتمة خاصة دعم وتتبيط هذا المستوى ثاني ابتدائي كيف قلت لكم ونبدأ على بركة الله التمرين رقم 17 أكتبوا بالأرقام لاحظوا معي هنا عندي ستة عشرات وتسع وحدات إذن نكتب أولاً تسعة في الوحدات ونكتب ستة في العشرات إذن ستة في العشرات وتسعة في الوحدات دائماً المكلة وحدات هنا والعشرات هنا جيد نتمم ثمانية عشرات وثلاث وحدات إذن أكتب ثلاث وحدات ثم ثمانية عشرات إذن الرقم هو ثلاثة وتمانون جيد التمرين رقم 18 ألاحظوا وأكملوا خمسة وستون هنا مكتوبة بالحروف خمسة وستون إذن هنا خمس وحدات وستون في العشرات جيد عندي العدد الأخر سبعة وثمانونة إذن سبعة وثمانونة بالحروف وسبعة في الوحدات وتمانونة في العشرات جيد جداً نركزوا دائماً في الوحدات والعشرات لأنه مهم جداً في جميع العمليات كيف ما بغى تكون جيد جداً نشوفوا التمرين رقم 19 رحضوا معي هنا لدينا عشرة لازم علينا هذه الأعداد كاملة المجموع ديالها يكون تساوي عشرة نشوفوا كيفاش مثلاً سفر زائد عشرة تساوي عشرة جيد خمسة زائد خمسة تساوي عشرة تمانية زائد اثنان تساوي عشرة أربعة زائد ستة تساوي عشرة تمانية زائد واحد تساوي عفواً قمت هنا بتصحيح تسعة زائد واحد تساوي عشرة جيد سبعة زائد ثلاثة تساوي كذلك عشرة خمسة زائد خمسة عشرة كذلك واحد زائد تسعة عشرة عشرة زائد سفر عشرة ستة زائد أربعة عشرة ثلاثة زائد سبعة عشرة ثم اثنان زائد ثمانية تساوي عشرة جيد جداً نشوفوا التمرين رقم 20 اذا لاحظوا معي ولاحظوا الاشتريطة والوين الجواب الصحيح لاحظوا معي عندي الشريط الاخضر الشريط الاحمر ثم الشريط الازرق لاحظوا ان الطول جيلهم يتفاوت فالاحمر هو الاطول فيهم من بعد يليه الاخضر ثم الازرق مفهوم ولا عفوا الاخضر هو الصغير عاد الازرق جيد الشريط الاحمر اطول من الاخضر لاحظوا معي الشريط الاحمر هل هو اطول من الاخضر اكيد صحيح نعم الشريط الاخضر اقصر من الازرق الاخضر اقصر من الاخضر لاحظوا معي ان الشريط الاخضر اقصر من الازرق هذا الاخضر اقصر من الازرق لاحظوا يعني هذا هو الاخضر إذن لا الشريطان أخضر والأزرق لهما نفس الطول نعم نحدو أن هذا وهذا لهما نفس الطول الشريط الأخضر والشريط الأزرق لهما نفس الطول مفهوم جيد جدا نسمم أشوفو تمرينين الأخيرين جيد جدا أكملوا كتابة أيام الأسبوع إذن سنحاولوا أننا نكملوا كتابة أيام الأسبوع وكنظر أن كلكم حفظين أيام الأسبوع لأنه تقريبا من تعليم الأول وأنتم لا تعلمون تقرأوا أيام الأسبوع إذن الثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة السبت والأحد جيد نتمم أصل بخط كل منبه بالساعة التي يشير لها لاحظوا معي المنبهة عندي هنا ثلاث ساعات كل ساعة تشير إلى واحدة ساعة التي هي محددة لاحظوا معي عندي هذه الساعة تشير إلى العقرب الصغير ثم العقرب الكبير دائما العقرب الصغير يشير إلى الساعات والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق هنا لدينا الساجسة تماما الساجسة تماما إذن الساجسة تماما هذه البطاقة المناسبة لها لاحظوا معي هنا لدينا الرابعة تماما إذن العقرب الأصغر يشير إلى الرابعة ثم العقرب الأكبر يشير إلى 12 إذن الرابعة تماما ثم لدينا الساعة رقم 3 العقرب الأصغر يشير إلى التاسعة ثم العقرب الأخر يشير إلى 12 إذن نقول التاسعة تماما التاسعة ماذا تماما جيد جدا إذن غازي نتلقى معكم إن شاء الله في درس قديم كنتمنى أنني كنت موفقة في صرح الجيل اليوم وإلى اللقاء